سلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم إيهاب الصرفاندي من قناة إيهاب تيفي كيف حالكم إن شاء الله بخير إن شاء الله مبسطين في الفيديو السابق حكيت إنه في جهاز كان منبين في التصوير وقلت لكم إشن هو هذا الجهاز في أكثر من واحد كتب اسم هذا الجهاز الصحيح واليوم هنعمل مراجع عن هذا الجهاز اللي أنت عرفته وهو جهاز ريدمي نوت 11 إي هذا الجهاز من شاومي من فئة أو من براند ريدمي جهاز لسه أول مرة نعمل عليه فيديو هنيجي نعمل على الامبوكسنج ومواصفاته كل إشي عن معالجه وكل إشي عن سعره وكل ما تحتاجون لا تنسى الدعم يا غالي وخلينا نروح للتفاصيل ريدمي نوت 11 إي 5 جي لحالة مرايحة كتب لك 5000 ميلا أمبير البطارية والجهاز اللي معنى 128 على 6 جيجا رام خلينا نفتح الصندوق والكرتون ونشوف إيش فيه في الداخل عنا هنا الكتيبات اللي ما حدش بيصيبهم ولا بيقرأهم أصلا وعنا هنا اللي هو بيت الحماية من السيليكون وما ننساش الدبوس هنا الجهاز وهنا في عنا كابل التايب سي كابل التايب سي هاي لونه أبيض حتى مش لونه برتقالي الجهاز بيشحن 18 واط بيأخذ لكن الشاحن اللي موجود معنا 22 ونص نفتح جهازنا نشوف إيش وضعه ملاحظين الجهاز الشكل تابعه شكل يعني شكله أنيق وحلو الكاميرات مش معتدناش من شاومة تعطينا كاميرات زيك لكن هاي الكاميرات اللي هو برا يعني شكل جديد وملاحظ هنا بروز الكاميرات لو لاحظت هنا البروز للكاميرات مش كبير ما في بروز كتير للكاميرات ولكن لو جينا حطناها زي هيك بيتحرك لأنه عندك هنا بيكون في بروز لكن البروز مش بالناحية الكبيرة اللي انت شايفها من تحت في عنا هنا تايب سي مدخل تايب سي السماعة لسبيكر هنا وهنا مايك أساسي وفي عنا فوق هنا اللي هو المايك الثاني العزل الضوضاء ومدخل الثلاثة ونص والجهاز بس في سماعة واحدة للصوت الخارجي مش استيريو سبيكر بيعطينا بس سماعة واحدة وهي السماعة اللي في الأسفل على الناحية اليمين في عنا هنا موجود اللي هو البصمة اللي في زر الطاقة وعنا رفع وخفض الصوت في الجانب الأيمن ظهر الجهاز لو لاحظت بتلاقيه ما ببصمش بسهولة ظهر الجهاز خشن يعني هنا محزز بتلاقيه محزز علشان يعطيك يعني ما في بصمات لكن بعطيك اللي هو رونق حلو وبيعطيك ملمس عشان ما يسحلش من يدك ويقع لما تمسكه لكن ظهر الخشن ومسكته زي هيك زوايا حادة تقريبا يعني بيحسسك انك ماسك الجهاز ومتملكه ما بيقع منك الجهاز بركب له شريحتين في نفس الوقت مع كرت ذاكرة خارجي اللي عنده وان تيرو الفريم مع الخلف كله من البلاستيك جهاز زي عليه طبقة حماية كورين جوريلا جلاس جيل التالت الشاشة الموجودة عندنا اي بي اس ال سي دي فيها اللي هو قطرة الماء النوتش اللي انتو شايفينه أمامكو اطار الشاشة زي ما انتو شايف من تحت ومن فوق من تحت الزياد شوي ومن الجنبين بيكون أقل زي ما انتو شايف في هذه الصورة وهي كمان هيك أوضح الشاشة اي بي اس ال سي دي بتدعم عشرين الى تسعة ومعدل البي بي اي أربعمية وخمسة وهذه الشاشة حجمها ستة فاصل تمانية وخمسين وعنا بالنسبة لهذه الشاشة بتدعم تسعين هيرتس وعنا الف وتمانين في الفين واربعمية وثمانية بيكسل وزي ما حكينا كورين جرولا جلاس الجيل الثالث الصورة يعني مش بطالة لكن هي معروفة انو الال سي دي مش زي الاموليد ولا زي السوبر اموليد بتكون اقل يعني جودة من هذه الشاشة لو رحنا على الاعدادات وبعد الاعدادات كتبنا هنا في البحث معدل كلمة بس معدل بيجيك معدل التحديث وعنا معدل التحديث التسعين ومعدل التحديث الستين التسعين هذا بيعطيك سلاسة اكتر والستين اقل ويعني التسعين يستهلك بطارية اكتر من الستين يعني لو لاحظت على التسعين تلاقيه سيؤدي معدل التحديث العالي الى زيادة جودة عرض التفاصيل وهانش كتبين يتم تشغيل هذه الرسوم التحركة التجريبية وصرعة منخفضة وهي كمرجع فقط قد تختلفت نتيجة الفعلية حسب العوامل المتغير حسب ما انت يعني بتتصفح ممكن يعطيك السلاسة وتتغير وتتبدل من ستين الى تسعين. الجهاز بيجي على ام اي واي طلات عشر من الكرتون وبيجي على الاندرويد وهو الاندرويد اتناعش ايضا من الكرتون وهذه ميزة كويسة كتير كتير انه بيجي على اخر اصدارات واخر تحديثات في جهاز الريدمي نوت 11 اي. وزن الجهاز حوالي متين جرام. لما تقول متين جرام يعني لهو خفيف ولاهو د Будencies. لاحظنا هنا بالنسبة للجهاز فير انا هده جهاز مئة وتمانية وعشرين على ستة وعنده اتنين جيجا رام هدول اتنين جيجا رام زيادة علشان الجهاز میة وتمانية وعشرين الجهاز بيجي من مئة وتمانية وعشرين على ستة ومية وتمانية وعشرين على اربع. والاصدار زي ما حكينا اللي هو الاندرويد اتناش. بالنسبة للمعالج. المعالج الدايمين سيتي 5G جي الخامس هذا الديمين ستة 700 اللي زي موجود على الجهاز ريدمي نوت 10 الفايف جي نفس المعالج اللي موجود عليه. هذا المعالج اداءه في الالعاب كويس. اداءه اليومي محترم. اداءه يعتبر من الاداء يعني الممتاز. والتكنولوجيا الموجودة لدينا سبعة نانو متر. اعلى نواة موجودة في هذا المعالج اللي هي 2.2 جيجاهرتز. على مقياس انتوتو المعالج جاب 342159 نقطة. للريدمي نوت 11 اي. جي بي يو اللي اجاب 82913000 نقطة. والسي بي يو 96000. والموماري اللي هو قراءه الكتابة 860113. واليو اكس اربعة. لحظة انا في عملية اللي هو لما انا اختبرته وعملت له اختبار. الحرارة ارتفعت حوالي 5 درجات. والبطارية نزل منها 2 درجة. تعتبر الحرارة اعلى شوي سنة او سنتين من الطبيعي. يعني ممكن جهاز هذا في الاداء يعطيك ارتفاع في الحرارة. ولكنها يعطيك اداء كويس. والبطارية انخفضها الاتنين في المية. بالنسبة لا اسم الكود لجهاز اسمه لايت. بالنسبة للضاي من سيتي السبعمية. جي بي يو اسمه مالي جي سبعة وخمسين. وزي ما انتم شايفين الف وتمانية في الفين وربعمية وتمانية. عندنا هنا مساحة التخزين والرام. الرام البيدي دا ار فور اكس. ومساحة تخزين يو اف اس تو بوينت تو. لاحظنا هنا بالنسبة للمعالج. في عندنا نواتين كبار ايه اللي هو كورتكس اي ستة وسبعين. وستة انوية صغار كورتكس اي خمس وخمسين. هذا معالج الدعمين ستة سبعمية. وطبعا اربعة وستين بيت. الجهاز بيجي منه تلتة الوان. اللون السلفر زي ما انتم شايفينه امامكو. وعننا فيه لون اخضر ولون اسود. بالنسبة للدعم. دعم اللي هو لعبة ببجي بالنسبة لهذا المعالج. احنا عارفينه وقبل هيك اشتغلنا فيه. بيعطيك سلسة وبيعطيك فائقة. واحسن اشي انك تلعب على سلسة وفائقة عشان ما يمعليش معك لاغ. وممكن لو اخدنا متوازنة هيعطيناها برضو فائقة. ولو اخدنا عالية ضدقة هيعطينا عالية. والآتش ديار طبعا مش مدعومة. يعني انت تلعب هيكة. بتلعب سلسة وبتلعب فائقة. وبالنسبة لاضاءة الشاشة. الاضاءة بتقدر تقول اضاءة عادية. يعني انت في الشمس لو كنت في الشمس بتشوف. ولكن لو كنت تلابس نظارة ممكن ما تشوفش ولا حاجة. يعني لو لابس نظارة شمسية. ممكن الاضاءة تخف على اخر معك. فبالتالي هذا عشان شاشة ال سي دي. يعني هي هيك الاضاءة تبعتها. والاضاءة انت في المعالج هذا هيك. يعني نفس النظام اللي موجود على ريدمي نوت عشرة ايضا. 5G. الكاميرا الاولى في هذا الجهاز خمسين ميجابيكسل. المستشعر من اونو فيجين. او في خمسين سي اربعين. وفتحة عدسة واحد فاصل تمانية. وهو كمان عدسة واسعة. الكاميرا الثانية اثنين ميجابيكسل. وهذه الكاميرا خاصة بمستشعر العمق. المستشعر جالاكسي كور. تصوير الفيديوهات في الكاميرا الامامية والكاميرا الخلفية اقصى حد لعند الف وتمانين تلاتين اطار في الثانية. الكاميرا السيلفي الموجود عندنا خمس ميجابيكسل فتحة عدسة اثنين فاصل اربعة. في عندنا شوية صور وفيديوهات صورناهم. خلينا الان نجي نشوف صور الكاميرا الامامية والكاميرا الخلفية والفيديوهات. تصوير سيلفي الف وتمانين تلاتين اطار في الثانية لجهاز ريدمي نوت احد عش اي. اي اي. كيف الصورة? هل تشاهدون الصورة كما يجب? ولا كما لا يجب. ريدمي نوت احد عش اي الف وتمانين تلاتين اطار فيديو الكاميرا الخلفية. وهذا ما كان بخصوص جهاز ريدمي نوت احد عش اي. طبعا في منه كمان جهاز ريدمي نوت احد عش اي برو. هاداك الجهاز بيجي يختلف عن مواصفات يعني بيجي سبعة وستين وط الشاحن السريع. وبيجي الشاشة الاسوبر امولد وحاجات تاني. ممكن نعمل عليه فيه ان شاء الله لابن نجيبه. هذا الجهاز البطارية طبعا خبس تلاف ميل امبير دعم شاحن سريع تمنتاشر وط وبيجي في الكارتون زي ما حكيت لكم اتنين وعشرين ونصف. في بعض الاسئلة الشائعة وكتير في ناس الان يعني بيستنوا في اسئلة انا بدي اقولها او از ما قلتها هيسألوها. السؤال الاول هل الجهاز بيدعم الان افسي? الجهاز ما بيدعم الان افسي. هل الجهاز ضد المية? لا الجهاز مش ضد المية. قديش سعر الجهاز? سعر الجهاز حوالي مية وسبعين دولار. من مية وستين لمية وسبعين دولار. وزا اي واحد بدي يشتري الجهاز بحط لكم الرابط في صنطوق الوصف بيقدر يشتريه وهو قاعد في مكانه. بالنسبة للبطارية البطارية بقديش بتقعد معك? بتقعد معك نهار كامل ازا انت بتستخدم استخدام عادي الاتصال معه شوية تستصفح انترنت. بالنسبة اللاالعاب تقول معك في العلاب خمس ستze ساعة. ما هو معدل تحديس الشاشة? معدل تحديس الشاشة تسعين هرتز. قديش دقت مش عارض الشاشة? دقة عارض الشاشة الف وتمانين فالفينوا اربعمية وتماني ا�ーん هل الجهاز بيش حن لاسلكي? لا. الجهاز ما بيش حنal اسلكي؟ والاشحن السلكي بيجي على الاجهزة العالية'dي بيجي عليها الشاحن بلسلكي. والهل تعلم انه inclu Biker 50 جيميك فيش عليها شاحن لاسcificي? والريدمي كي 40 جيميك فيش عليه شحن لاسلكي. مثلا الشاوم 12 والشاوم 12 برو عليه شحن لاسلكي. وايضا الميتن عليه شحن لاسلكي. هل بيركب له سماعة الثلاثة ونصف ميلي؟ اي نعم بيركب له سماعة الثلاثة ونصف ميلي. هذا الشيء كويس. الكاميرا الاساسية 50 ميجابيكسل اي نعم. وكتيش بيخلص الدعم تبع الجهاز. اقول لك الدعم. الدعم الجهاز هياخد ام ايو 14 وام ايو 15 وام ايو 16 وهياخد لعند اندرويد 14. يعني دعمه لسه لعند الفين وخمس وعشرين بيخلص. حاجة لوز اللوز. يعني تاخد جهاز بمية وسبعين دولار. مية وثمانين دولار. مية وستين دولار. بدعم لعند الفين وخمس وعشرين اشي مع هذا المعالج اشي حلو. يعني الجهاز بياخد ثلاث سنوات دعم امني مع تحديثين. اندرويد 13 مع اندرويد 14. وهذا ما كان لدينا في خلال هذا الفيديو ردمنوت 11 اي. كونوا معنا دائما. لا تنسى اللايك اللايك والاشتراك في القناة وفعل الجرس يا حبيب علشان ايصل لك كل جديد. ونلتقى في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.